في الأسبوع العالمي للمياه تعيش بلاد الرافدين جفافا غير مسبوق وواقعا صعبا فرضته معطيات كثيرة في مقدمتها سوء التخطيط لمعالجة ملف متفاق منذ سنوات في مقابل تخبط حكومي لم يكن في مستوى التحدي وبحسب تقرير للأمم المتحدة فإن الهجرة المناخية أصبحت أمرا واقعا في العراق مع نزوح آلاف العائلات في عشر محافظات في وسط وجنوب البلاد نتيجة شح المياه أو الملوحة المرتفعة فيها أو نوعية المياه السيئة والملوثة لا يقف سبب تفاقم المشكلة عند قطع إيران روافد المياه وغياب المشاريع الإروائية والسدود بل يتعداه إلى المشاريع التجارية الخاصة كما هو الحال في محافظة البصرة حيث أكد وزير الموارد المائية مهد الحمداني أن متنفذين ينتمون لميليشيات مسلحة يتجاوزون على الحصص المائية للمواطنين لصالح بحيرات أسماك خاصة بهم ما زلنا نرى هناك تجاوزات من متنفذين يدعون انتماءاتهم إلى حقيقة إلى فصائل مسلحة وبالتأكيد هذا الموضوع خطر جدا تلاحظون في كل فترة هناك اعتداء على الكوادر هناك تهجم هناك تهديد وتنتشر في منطقة النشوة بمحافظة البصرة بحيرات الأسماك على مساحات شاسعة تصل إلى 500 دونم يمر الطريق إليها عبر سيطرات أمنية متعددة ما يعني أنها تحظى بحماية خاصة لصالح متنفذين ينتمون لأحزاب وميليشيات مسلحة ليحرموا سكان البصرة من حقهم في مياه الشرب العذبة الأدهى من ذلك أن من يحاول إيقاف هذه التجاوزات يكون عرضة للتهديد حيث أفادت وزارة الموارد المائية أن موظفين وموظفات في محافظة البصرة تعرضوا لتهديدات بحرق دورهم من قبل متجاوزين على الحصص المائية جفاف قاس زاد من محن العراقيين ومعاناتهم وتسبب بضربة قاصمة للموسم الزراعي يعز المسؤولون الحكوميون أسبابه إلى شح الأمطار وقلة الإطلاقات المائية من دول الجوار لكن الحقيقة تتعدى ذلك لتكشف عن فساد ممنهج وغياب كامل للقانون تستفيد منه ذات الجهات التي تسببت بكل نكبات البلد لتسخرها لمصالحها الخاصة